السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة اخرى مسلسلات شهيوات رايحانة كمال نقدم لكم غلاس كي يجي اكتر من رائع بمكونات بسيطة بسم الله على بركة الله المكونات كناخد ايناء كنوضع فيه علبة خاصة بالغلاس الوزن ديالها 120 جرام بنكهة الفانيلا ممكن تاخدو العلبة اللي كيكون مكتوب فيها الشانطية او موس انا هنا مستعملها هدي خاصة بالغلاس بالمتلاجات بنكهة الفانيلا الوزن ديالها 120 جرام ممكن تاخدو الشانطية او على شكل موس كتكون مكتوبة في العلبة بالنسبة لضهر ديال العلبة كيكون مكتوب فيه ان هاد القياس ديال 120 جرام كتخدم معها ربو عليتر ديال الحليب انا هنا غدي نستعمل جوج كيسان ديال الحليب اللي كيكون بارد خاصة يكون بارد مزيان القياس بالميلي لطغ 300 ميلي لطغ ديال الحليب سائل اكتر من ربو عليتر من الحليب وهنا ممكن تنكهو بهاد الفلون بالكاراميل انا غدي نكه هاد العناصير بالكاراميل ممكن استعملوا هاد صاشي ديال الفلون او جوج اكياس منو ديال الفلون او ممكن تعودوه بحليب محلة كاراميل انا متوفر عندي الحليب محلة كاراميل غدي نستعمل ملعقتان كبيرتان من الحليب محلة ممكن تحضروه في البيت ممكن تاخدوه الجاهز كما ممكن ما تديروش ماشي ضروري وهنا هاد الاضافة اللي كتعطيناكها خاصة للغلاس ملعقتان كبيرتان من الحليب مجفف اللي هو الحليب بودرة ممكن تديرو حتى النصف كاس ممكن تديرو حتى الكاس كاعتمادك اكتر من رائع للغلاس هنا ممكن تخدموه بالطراب الكهربائي كما ممكن تخدموه في العجانة انا هنا خدمتو مدة ديال عشرة دقيق من الافضل اللي اصير كل هاد كومبارده البودرة ديال الغلاس او شونتية وكذلك الحليب خصو يكون بارد كل شي العناصر خصو يكون بارده باش تطلع لكم بسرعة خفقوه مدة ديال عشرة دقيق كيكون واجد مخصوش يتخفق لدرجة كبيرة ما يقصحش ما يكونش مخفوق بزاف باش ما يقصحش لكم الوقت اللي غاديت تناولو غادي نكوانا بهاد شكلات هادا في قطع ديال الكراميل كما كتلاحظو مشي ضروري ديرو حبيبات شوكولات ديرو اللوز على شكل نوغاتين او ديرو اي حاجة كتفضلوها ممكن ديروها في القلاس اي مكسارات انتوما كتفضلوها ديروها في القلاس ديالكم انا هنا عندي هاد شكلات هادا قطعتوا اه طريفات غير نصف العلبة هي اللي قطعت وضفتها للخليط ديالي بعد ما طررتو هادا هو القوام ديالو كيكون اه قوام كريمي مدة ديال عشان دقيقة راها كتكون كافية باش كيطلع لكم كنخلط كل شي مزيان كما اذكرت لكم كتضيفو الاضافات اللي بغيتوها انتوما حليب محلى والحليب مجفف كيعطيهم مذاق رائع جدا كناخد اطار دائري وغلفتو بالفيلم المونتغ غير موحد جيهة وحتيتو في واحد الاناء وغادي نفرغ الخليط ديالي باش ندخلو المجمد الى بغيتو تقدموه بهالطريقة هاديرة كتقدموه ما بغيتوش كتفرغو الخليط ديالكم في علب مخصصة المجمد راكين علب زجاجية كتدخل المجمد ما كيوقع لها حتى حاجة الوقت اللي كتبغيوه كتخرجوه وكتاخدوه بالآلة ديك الملعقة المخصصة للقلاس وكتقدموه في فيغين فردية كؤوس فردية وكتزينوه بالكراميل او بشكلات لكم لخسيار هنا بفرغت الكيمية ديالي ديال القلاس وخديت هنا هاد المون ديال سيليكون على شكل بومبي وضعت فيه واحد ديال القطع وغادي نغلف هنا يا الاطار بالبلاستيك الغذائي وندخلوه المجمد انا هنا خدمتوه في الليل وغادي نخليه حتى الغدليه ونقدموه ممكن تخليوه غير ربعه ولا خمسة ديال الساعات كافية باش كيتماسك كي يجي المدق ديالو رائع جيتان كن عاود نكرر ماشي ضروري الحالي بمحلة كراميل ممكن تنسمو بالفلون كيما ممكن تنسمو بها داك الفلون على شكل ديالسير بحل اليوغورت ولكن هو ورها فلون نسمو باش ما بغيتون تومه هنا كنقلبوه جيها اللي مقادة هي اللي غادي تجي الفوق اللي كانت عليها البلاستيك هي اللي غادي تجي الفوق وكنقدموه في الصحن ديال تقديم هنا كناخد هدوك الدوائر اللي درس في المول ديال سيليكون كي يعطيه منظر اخر ممكن تدرو اكثر من هالكيمية هادية فقط اعطيتكم فكرة تقدمو بها القلاس ديالكم وكل سيدة وكل شخص عندو اللمسة ديالو الخاصة نزينو بذكش اللي عندنا في طبيعة الحال مرة اخرى نقطمو لكم بلوز نوغاتين كيجي اكثر مرة كيجي بريستيج كنوضعهم طريقة عشوائية وهنا غادي ناخد شوكولة غولي غامشي في النطاق ديال الشكلات والكاراميل ممكن تاخدو غير شكلات تيالكم وتحكو بطريقة العادية وتزينو به ودرت هنا يا اه سوس كاراميل حليل محلة كاراميل ممكن تدرو سوس كاراميل تحضروها في البيت تيالكم وغادي ناخد قطع ديال شوكولة نوضع واحد ثلاثة ديال القطع الفوق وكنقدموه بصحة وراحة كيجي كريمي ما كيجيش محجر نهائيا يعني الضروري من طريقة الخفق يعني شكون مناسبة ما تخفقوش اكثر من اللازم خصو يبقاها كاك شوية خفيف باش الوقت اللي كيتجمد وكتبغيوا تناولوه كيكون كريمي يحتفل الاكل ديالو اللي بتقطع ديالو كذلك وكتقدموه بصحة وراحة لأفراد الاسرة ديالكم كيجي الماداق ديالو ممتاز وفزحتكم وراح تكم كان عاود نكرر الاضافات اللي كتبغيوا انتوما تضيفوها كتضيفوها حسب الرغبة ديالكم كتنسموه باش مما بغيتو فقط اعطيتكم اه اضافات اللي كتعطيت صراحة اه ماداق رائع الجلاس اللي هي الحليب مجفف والحليب محلى كراميل وبصحة وراحة كانت معكم رايحانا كمان